كابتن إيهاب جلال بفرط في الاستحواز لصالح فاركو وبينجح في الوصول للثلاث نقاط أخيرا يا كابتن إيهاب ادعمنا نستمر يشترك في القناة فعل الجرس أعمل لايك الفيديو تلت نقط مهمة جدا بضفها النادي الإسماعيلي اللي رصيده من النقاط في الدور المصري الإسماعيلي بفوز على فاركو بيه ثنائية مقابل لشيء الهدف الأولاني هدف عالمي من نجم خط وسط النادي الإسماعيلي هذا الموسم عمر الساعي تزديده من 35 يار دا ولا أروح الهدف الثاني ضرب الجزاء عن طريق المدافع المميز محمد الدسوقي بعد العودة ليه تقنية فار التزديده اللي كان سددها أحمد الشيخ وارتطمت بإيد رامي صابري مدافع فاركو فوز مهم جدا للنادي الإسماعيلي لأنه ارتقى بيه الترتيب بتاعه وفي نفس الترتيب بالفعل في المركز التلاتاشر لكنه فرق عن اللي تحته قرب من اللي فوقه وعنده مباراة مهمة جدا الجولة القادمة على أرضه وسط جماهيره أمام فريق الداخلية اللي من المفترض أنه هو مترنح جدا هذا الموسم مش بس كده ده كمان فاز على فريق من الفرق المفترض أنه بتبحث عن السلاس نقاط علشان تقرب منه فوز في غاية الأهمية فوز بست نقاط إزاي الكابتن إيهاب جلال قدر أنه يتعامل مع المباراة النهاردة كابتن إيهاب جلال النهاردة اختار أنه يفرط في حاجة بالنسباله يعني حاجات بديهية الاستحواز بتاع الكرة كابتن إيهاب جلال النهاردة قال لفاركو خدوا الكرة براحتكو زي ما أنتوا عايزين أنا مش عايزها لكن أنا في النهاية عايز الثلاث نقاط وهو ده اللي في النهاية بيبقى منتج لأن النادي الإسماعيلي من بداية البطولة عمل مطشات قويسة كتير عمل استحواز في مطشات كتير لكنه كان بيخسر الثلاث نقاط في النهاية لكن كابتن إيهاب جلال النهاردة الحقيق وقال كان قاري فريق فاركو بشكل كويس قوي بطريقة كويسة وعنده لعيبة في غاية السرعة عنده دبابات يعني جيفرسون انكادة عزمي جومة والنهاردة كمان الفريق كان بيلعب بتشكيل هجومي بحت تشكيل هجومي صرف يعني لك انت تتخيل ان خط النص النهاردة كان فيه وليد علي احمد شريف شكري نجيب عمر جمال على فكرة فيه منهم تلاتة اصلا راس حربة فكابتن ايهاب جلال النهاردة حتى اختار ان هو ما يبدأش بيه الظاهير الايمن التونسي حمد النقاز وبدأ بيه محمد بيومي عشان يدي طابع دفاعي اكتر للفريق ويقدر يوقف الهجمات المتنموعة على العملها فريق فاركو من الاطراف القوية عنده جدا الناحية اليمنى والناحية اليسرى تخيله النهاردة لو كان حمد النقاز هو المتواجد في الحالة الدفاعية للنادي الاسماعيلي كان حيتم اختراقه كم مرة اثناء المباراة وعلى الجانب الاخر عبد الكريم مصطفى نجم النادي الاسماعيلي النهاردة الاول اللي تم اختياره افضل لها في المباراة عمل مباراة دفاعية على اعلى مستوى مع لعب صعب اللي هو جيفرسون ان كده ده لعب قوي جدا ما قدرش النهاردة يعمل اي حاجة مع عبد الكريم مصطفى اللعب المميز للنادي الاسماعيلي اللي بيعمل تدخلات دفاعية في غاية الروعة كمان عنده الجرأة انه يكمل لقدام ويراوغ ويعمل عرضيات كنت اتكلمت عنه يمكن من المباراة اللي قبل مباراة لنادي الاهلي قلت انه هو واضح انه عنده الجرأة وبيقدر انه هو بكل اريحية يطلع لقدام ويعمل تخطيات دفاعية عكسية على اعلى مستوى استمر الاداء بتاع النادي الاسماعيلي على هذا المنحنى كان بيحاول انه هو يمتص فريق فاركو ويحاول انه هو يخطف هدف بعد ما يجمع اللعب في منطقة نص الملعب ويحاول انه هو يعمل هجمة مرتدة لكن الهدف سبحان الله جاه من طريقة تانية خالص عمر الساعي المبدع في خط وسط النادي الاسماعيلي تقدم من نص الملعب ومن غير محد ممكن يتخيل ان هو ممكن يسدد من المنطقة دي ممكن حد يقول ان هو ممكن يسدد لكن مستحيل يقول ان هي تدخل عمر الساعي بسدد تسديدة ولا اروع من 35 ياردة طبعا شيكا بيتحمل جزء منها حارس فاركو لكن كان جون مهم جدا للنادي الاسماعيلي هدى شوية الرتم بتاع اللعيبة اللي كان واضح ان هما داخلين المباراة وهما منفعلين هدى الجهاز الفني اللي كان عصبي جدا النهاردة اول مرة شوف بصراحة كابتان ايهاب جلال على الخط بالعصبية دي الشوط التاني مشينا بنفس الطريقة تقريبا امتصاص محاولة ليه امتصاص للهجمات بتاعت فريق فاركو وتمركز للعيبة النادي الاسماعيلي قدام اه الحارس احمد عدل عبد المنى مع محاولة اللعب على بعض المرتدات من احدى القرات الضلة استطاع احمد الشيخ ان هو يتحصل على ركل الجزاء سجل منها الدسوقي الهدف التاني عايز النهاردة اشيد بعبد الرحمن مجدي بصراحة بعد ما انتقبنا في المباراة الماضية امام النادي الاهلي لانه ما كانش بيقدي اللي عليه النهاردة عبد الرحمن مجدي عمل مجهود بدني كبير جدا طوال احداث المباراة سواء في الناحية الهجومية وكان بيرجع كمان النهاردة يساعد في الناحية الدفاعية بشكل كويس جدا اعتقد ان دي كانت بعد تعليمات وتشديد من الكابتان ايهاب جلال ان لازم عبد الرحمن مجدي يقوم بدوره الدفاع في هذه المباراة. افضل دليل على نجاح الاستراتيجية اللي لجأ لها الكابتن ايهاب جلال النهاردة ان احنا ما نقدرش نقول خالص ان فريق فاركو رغم استحوازه على الكرة انه شكل خطورة على مربع احمد عدال عبد المنعم. باستثناء يمكن بعض المحاولات الفردية من نجم الدرويش الاسبق القوي المهاري شكري نجيب. غير كده ما اعتقدش ان فريق فاركو قدر يوصل ليه مرمى الدرويش يمكن كان فيه وصول مرعب لجميل النادي الاسماعيلي في اول دقيقتين. اوف سايد كان واضح جدا انها اوف سايد شكري نجيب انفرض وحط الكرة في المرمى. غير كده اعتقد ان النادي الاسماعيلي النهاردة عمل واحدة من افضل مبارياته الدفاعية من بداية بطولة الدوري المصري. وكلل المجهوب بتاعه النهاردة الدفاعي به هدفين استحق بيهم ثلاث نقاط مهمين جدا في مشواره الصعب في بطولة الدوري هذا الموسم. كلمة اخيرة اللي حكم المباراة كابتن عبدالعزيز السيد. انا معرفش بصراحة بيعمل حاجات غريبة جدا لكابتن عبدالعزيز. يعني فيه كور مش فاول خالص تلاقيه حسابها فاول. وكور يعني مش ناقص غير ان اللاعب ياخد بالشلوت بالبوكس وتلاقيه ما حسابهاش فاول. يعني كان فيه كورة غريبة جدا انا لغاية دلوقتي بحاول افهمها. كورة بتاعت احمد الشيخ اللي كان اخترك وعدة من مدافع فارقه. ففجأة لقيت الحكم بيحسب فاول على الشيخ وبتدي له انظار. انا مش فاهم بصراحة او عمل يعني مش فاهم. لا تعليق. على اية حال هو مؤثرش على نتيجة المباراة لكن الاخطاء البسيطة دي داخل ارض الملعب مش من المفترض ان هي تحصل من حكم بيكون مباراة كبيرة في بطولة الدوري المصر. مبروك للنادي الاسماعيلي. مبروك لجمهور الدرويش كلمة اخيرة ليه جمهور النادي الاسماعيلي. في ظل غياب الحضور الجماهيري علشان مشجعين النادي الاسماعيلي طبعا ربنا يفك كربوهم. هل من الافضف ان الجماهير بتاعت النادي الاسماعيلي تحضر وتنادي باسامي جماهيرها ولا ما تحضرش خالص والقنوات والاعلام كله يعمل من بانها ويفضل يقول ليه جماهير النادي الاسماعيلي ما بتحضرش المباراة فين جماهير النادي الاسماعيلي من غير محد اصلا يقول ايه المشكلة. يا ريت تقول لي ايه اللهم بلغت اللهم فشلت طبعا مبارح كان فيه فوز مهم جدا ليه سيد البلد الاتحاد السكنداري على بلدية المحلة بنتيجة اثنين واحد رفع رصيده من النقاط للنقطة رقم اثنين وثلاثين بعتزر يا جماعة والله العظيم غزبا عني انا بمر بانفنوانزة صعبة شوية فما بقدرش اطلع كل يوم اتكلم عن الفوز اللي بسطني جدا مبارح فوز سيد البلد الاتحاد السكنداري اثنين واحد زي ما بقول الجماهير تهدى شوية وان شاء الله الفريق هيتحصن الفترة الجاية فيه هزاب بتحصل في الموسم كده مهم جدا ان احنا نقف مع الفريق في الوقت اللي بيبقى فيه هزاد زي كده عايزة شيك جدا بعمر الوحش لعب خط الوسط بتاع الاتحاد السكنداري القادم من الاسماعيلي عمر مباراة كبيرة قوي مبارح عمر الوحش لما بيلعب في التشكيلة الاساسية للتحاد السكنداري بيفرق مع الفريق لانه بيعرف يقف على الكرة وبيعرف ينوع اللعب بشكل مميز جدا سواء تمريرات طولية تمريرات عرضية ولما عمر الوحش بيبدأ في تشكيل الاتحاد السكنداري اعتقد انه هو بيفرق جدا في القدرات الهجومية للفريق مبروك لسيد البلد وبإذن الله قادم افضل ثلاثية لارسنال على بورنموس بواصل سعيه والامل الضعيف جدا في محاولة الفوز بالدول الانجليزي هذا الموسم ديكلين رايس تروزارت ساكا سجله ثلاثية ارسنال طبعا ارسنال اللي رفع رصيده من النقاط لانه اقترقا 83 لكن من 36 مباراة منشستا سيتي النهاردة عنده مباراة امام وولفر هامتون منشستا سيتي عنده 79 نقطة لكن من 34 مباراة يعني منشستا سيتي لو فاز بالمباراتين الاقل له من ارسنال هيتفوق على ارسنال بنقطتين وبالتالي لازم منشستا سيتي ضيع نقاط في ما هو قادم من مباريات قولوا لقراءكم هل من الممكن ان منشستا سيتي ضيع نقاط في ما هو قادم من مبارات انا عن نفسي من زمان جدا بقول مستحيل ده يحصل طبعا ليفر بول مع نجمنا محمد صلاح خلاص 75 نقطة من 35 مباراة اعتقد ان يعني كل سنة وانت طيب ليفر بول بطولة الدوري الانجليزي هذا الموسم باذن الله القادم افضل لنجمنا الايكوني محمد صلاح لو قاموا مرة تشوفني مش حوصيك شترك في القناة فعل الجرس قائم اللايك للفيديو منتابع كل اخبار واحداث الكرة لحظة بلحظة كرة محلية كرة عربية كرة عالمية كثفة دعاء علينا في فلسطين بالنصف يا رب اشوفك على خير شكرا ليك وسلام عليكم